مرحبا برشد دلو عندك اول شي طاقة 9 الاكواب 8 الاكواب و 8 الأخصان ارى انك احتمال رحلت عن هذا الشخص في فترة من الفترات او سترحل عنه بسبب اختلافكم على الارتباط نفسه اختلافكم على العلاقة العلاقة مو قاعدة تروح في الاتجاه اللي حسيت ان المفروضة تروح فيه لانه قاعدة معاكس انت في طاقة التسعة واللي قاعدة صير طاقة الثمانية معاكس انت متوجه نحو شي الشريكة والحبيب تحس ان النوايا مختلفة باتجاهك في احتمال هذا من الاسباب اللي خلتك او بتخليك ترحل وين رح تروح في المستقبل ارى انك رح تروح نحو التسع الاكواب رح تكون سعيد في المستقبل او حاليا انت سعيد في حياة صنعتها لنفسك بدون مساعدة احد يعني طاقة التسعة دايما طاقة السولو الشخص المنفرد انت لوحدك ترو يخبرك انه لازم توجد لنفسك السعادة في محيطك في اشياء بسيطة في حياتك تخلق منها من الاشياء البسيطة اشياء كبيرة عشان هذا الشخص فعلا يدرك انه خسارك ويرجع لك بسرعة ثمانية الاخصان هي طاقة التواصل بسرعة ولكن يقول لك انه لن يحدث هذا الشيء اذا انت لم تكن فعلا كأنك تثبت لهذا الشخص انه انت رحلت ووجدت شيء افضل مو شرط شخص ممكن يكون حياة سعادة افضل اوجدتها لنفسك عندما تكون تتحرك من طاقة الثمانية الى طاقة التسعة وتكون سعيد تتحس انك فعلا يا برج الدانو سعيد هنا هذا الشخص يدخل عرض في حياتك مرة اخرى ويتواصل معاك ولكن التواصل طبعا مو معناته على طول ارتباط فاحذر وين تاخذ هاي الطاقة والحديث مع الحبيب يعني مو اول ما يرجع لك يتواصل معاك على طول تترك السعادة والحياة اللي حققتها لنفسك وترجع لان اذا رديت رجعت ترجع للوضع القديم الوضع اللي ما كنت انت سعيد فيه او تحس ان تستحقه النصيحة القادمة لك شلون تأخذ منحة هذه العلاقة او رجعة الحبيب او دخول الحبيب الجديد في حياتك الى المكان اللي انت يسعدك مثل الزواج الارتباط ان يكون الشخص ملتزم معاك عندك اربعة الاخصان وهي طاقة الاساس والبيت والسعادة الشراكة بين شخصين ملكة الاخصان وهي طاقة نارية اثنينهم طاقة الابراج النارية وعندك كوبين طاقة السول ميت وتسعة الاخصان اول شيء يا برجل الدلو التارو قاعد يقول لي ان انت لازم شوف هاي الاساس يعني انت اول شيء لازم تسوي ان تثبت للحبيب ان انت قادر ان تبني شيء من السعادة وتوجد حياة جدا حياة مميزة لنفسك بعيدة عنها كوينوفاير استقلالية تفعل ما تريد من اجل نفسها وتحقق ما تريد لوحدها يعني ما يكون معاها حد يساعدها هذا الشخص احتمال كان يتوقع او يفكر انه بدونه هو خيارك الافضل وبدونه انت ما راح تقدر تسوي شيء في حياتك احتمال فانت لازم جدا تثبت للعكس وما يكون العكس بالتظاهر فعلا اوجد لنفسك وانت قادر لديك كل ما تحتاج لديك الذكاء الحنكة الكاريزمة انت استطيع ان تتلون باي طاقة اي برج عشان تنجز لنفسك ما تريد ارجع الى هواياتك الاشيال اللي تحبها وكبرها وعمل عليها اذا عندك علاقات انت صار لك فترة من الاهل والاصدقاء مقطوعة اعمل اعمل على علاقاتك الاجتماعية ايضا قوها خليك قوي من جميع النواحي وانجز لنفسك لان وقتها عندما تنجز لنفسك قلت لك هذا هو الوقت اللي راح يرجع فيه الحبيب راح يكون مصر يعني راح يعرض عليك كوب من الحب او راح يكون مصر انه يرجع في حياتك مرة ثانية عندك تسعة الاغصان طاقة العزيمة عزيمة تجاه ماذا تجاه انه يكون الارتباط مع ملكة الاغصان يعني هذا الشخص راح يكون مصر انه يرتبط بملكة الاغصان او الطاقة او الانجازات اللي سوتها ملكة الاغصان ليش التاري يخبرك انه انت لازم لما تحس نفسك وصلت لمرحلة ملكة الاغصان نجحت في الكثير من الاشياء فاحتمال يا خذوات لما تنجح في الكثير من الاشياء وتكون لك قاعدة قوية الكل يراها الجماهير تراها بعدها هذا الشخص راح يصر انه يدخل حياتك مرة ثانية او اذا ما كان موجود في حياتك راح يصر انه يدخل ويكون فيه تواصل وعلاقة بينكم اول شي راح يحرص انه فيه علاقة ثابتة علاقة معك انت يراك جدا جذب هذا الشخص احتمال انه كان متردد او بطبيعته لا يأخذ القرارات بسرعة ولكن عندما يأخذ القرارات فهو جدا ثابت يعني اللي في بالي يسوي سواء طال الزمن او قصر اذا وقعت عيناه عليك وقرر انك انت الشخص المناسب له النهاية هذا الشيء راح يصير بالنسبة له عندك ايضا كرت التنبرانس طبع برج القوس وعندك تسعة الاخصان ارى انك اول ردة فعل راح تظهرها للشريك او الحبيب احتمال عشان تذي اقولك هو شخص من الماضي او شخص عندك معرفة فيه او راح تعرفها لان اول شيء كردة فعل ملكة الاخصان ملكة لا تلاعب ولا تضيع وقتها يعني صح ملكة الاخصان تعطيك اوامر واحد من ثلاثة لازم تنجزها لانه هي ايضا انجزت لنفسها فلا تسمح لأحد ان يضيع وقتها فاول شيء اشوف انك راح تخبر الشريك بما كان يزعجك او بما يزعجك عنه هاي الشريك احتمال عنده امور كثيرة يمكن عنده شوية ديون على شوية انشغال كثير في العمل على شوية اطباع نمط حياته متعود كل شيء يسويه باستقلالية وبدون ما يستشير احد احتمال من النوع اللي يسويه ما في باله كيفه متعود دائما يكون الحالة وما يسأل احد عن راية في اشياء معينة تضايقك في هاي الحبيب او الشريك راح انت تواجه فيها او تخبره ان انت ما تقدر تتحمى شخص بهاي الاطباع او بما حدث في السابق فاذا توجد اي بصيص اميل اذا هاي الشخص فعلا يب يرجع لك راح تقول له لازم واحد اثنين ثلاثة تسويه ارى ان هذا الشخص حين ندخل في مواصفات الشرك هذا الشخص عنده نوع من التعلق في شيء انت تشوفه شيء يضايقك او شيء غير صحي مثلا لازم الويكند كامل يكون مع الاصحاب او لازم كل ويكند يعمل كذا كذا او لازم اشوفه مثلا متعلق باكل معين هذا الشيء راح يضايقك هذا الشخص متعلق انه يسافر على كيفه ويقرر بروحه متى راح يسافر وين يسافر في اشياء معينة راح يضايقك في الحبيب هو يعملها لانه متعود انه يكون اعزب متعود انه يصرف على نفسه متعود انه يكون مستقل مثلك ولكن راح تخبره ان الشراكة لا تمشي بهذه الطريقة اذا يب يكون شريكك لازم يتعلم يأخذ يعطيه ويستشيرك ويتخلص او يخفف من بعض الاشياء اللي بضايقك انت احتمال سهر الكثير نومة الكثير في شيء معين تفاصيل دقيقة بشأن الشريك راح انت ضايقك وراح تصارحة فيها ومصارحتك لا هي بداية التغيير راح يكون في الفترة القادمة هذا الشخص سيأتيك بعرض زواج او خطبة عرض زواج جاد وارتباط رسمي راح يأخذ وقته ولكن سيأتي وراح يكون من ناحيتك انت قبول ليش قبول انا اللي قاعدة اشوفه ان هذا الشخص فعلا احتمال ما كان واضح معاك في البداية ما كان مايراويك مشاعرة كنت انت لازم كأنك اللي قاعد تكتشف تحاول تكتشف مشاعرة عندك انطقة السيف الصغير كأنك قاعد تحاول تكتشف الاكواب اللي عندها هاي الشخص شنو فيها شنو مشاعرة شنو نيته معاك طيما انت في هاي الطاقة يا برج اللي وهي طاقتك طاقة السيوف الهوائية ولكن راح تحاول تعرف هاي الشخص فعلا ما هي نيته تجاهك هل هو يعرض عليك الزواج لانه يحبك لانه يراك كشريك ولا لانه يريد ان يحصل على القرب باي ثمن فاذا كان الثمن الزواج راح يسوي راح تكتشف ان هذا الشخص فعلا يحبك حتى ولو كانت تصرفاته شوي غير مستقرة وغير معبرة رأي ان هذا الشخص لا يسوي الكثير من التصرفات اللي نابعة من القلب انتشان جدا يأخذ وقته يخطط يفكر يرسم يأخذ وقته الفارس البطيء الفارس الخماسيات ولكن مع هذي كل التصرفات هو فعلا يحبك راح تعرف هالشي تكتشف من افعاله من تصرفاته انه فعلا يحبك وانت لحد الان اشوفك ما راح تكون فاهم هذا الشخص ليش يحبك جدا كثيرا بامق ولكن يظهر لك شيء بسيط يظهر لك مثلا بس قمة الجبل الصغيرة اللي في النهاية ولكن الجبل بنفسه مشاعرها العميقة لك جدا كثيرة مشاعر حب جدا عميقة ولكن انت ما تحس انه يظهرها لك بهاي الطريقة ايضا احس انه عندما يرجع لك انت يا برج الدلو دائما راح تكون في طاقتك الهوائية شنان يعني دائما راح تكون تنظر الى الحبيب بشيء من الخوف او الشك او الترقب اذا مو الحبيب او الشريك معنات الاخرين المحيطين بكم دائما كأنك ماسك السيف وقاعد تكون مثل رجل الامن تحمي هاي العلاقة تحمي هاي الارتباط تحرص ان تصرفات الحبيب تكون موافقة موافقة لك يعني وتحمي العلاقة من الاخرين تدخلهم في ما لا يعنيهم الضوضاء اللي يسوونها راح تحرص ان المحيط بينكم يكون قوي بحيث انه مو اي احد يقدر يدخل ويعفس لكم الامور او يدخل في حياتكم راح تكون شوي بحب الخصوصية في حياتك انا اشوف ان هاي الكار 2 of fire الغصنين هو انت والشريك دائما فيكم بينكم انتو الاثنين في شخص يضحك اكثر من الثاني وفي شخص جاد احتمال يكون الشريك لان اشوفه مثل ما قلتلك لا يظهر الا جزء بسيط من مشاعره فدائما يكون في مرحلة مستغرق في التفكير والتخطيط دائما يفكر انتبال جدا له هوائي منطلق اكثر في احتمال انك تعبر عن مشاعرك لهالشخص في شخص اطول من الثاني اتوقع هو اطول منك بشيء شخص مكتنز اكثر من الثاني يعني شخص وزنه يعتبر ممتلئ وشخص ثاني اطول واضعف والشخص قلتلك ايضا يختلف من ناحية الجدية جد اكثر يعني مثلا صير موضوع معين موقف معين الكل يضحك انت تضحك هذا الشخص ينظر ويبتسم فقط وعلى طوله رح يرجع الى عقله ويقعد يحل من الذي حدث معنى الموضوع يكون عادي موضوع مضحك دائما شخص يشوفه كثير التفكير كثير التفكير فيأثر عليه فياخذ الافعال متأخر نوعا ما يستغرق ويكون جدا يعني حذر مخطط كثيرا انت عندك ملكة السيوف وهو عنده فارس لاكواب يعرض عليك الزواج الحب عندك سبعة الخماسيات ملك الخماسيات لانه رح يكون في حديث بينكم ما رح تقبله على طول ما رح تقبل رجوعه على طول او اول ما يرجع لك رح يبين لك انه احتمال انتم كنتم فكرة انه مأسس نفسه ومستعد للزواج مستعد للاستقرار ولكن كانت عنده امور تمنعه وتحتاج الى الانتظار عشان يقدر يعرض عليك الحب والزواج والاستقرار ما كان يقدر حتى لو انت كنت تشوفه يقدر بسبب منصبه بسبب عمله بسبب ولكن هاي الشخص رح تكتشف انه فعلا ما كان يستطيع ان يعرض عليك الارتباط كما انت تريد في هذاك الوقت او في الوقت اللي انت بيه برجدله لانه كان فيه احتمال عنده شوية ديون شوية دراسة ما خلصها شوية ينتظر ترقية عشان يحس انك تمال عنده الاستقرار المادي والمعنوي ويعرض عليك الزواج شوفه انصان جدا مستقر في وظيفته صار لفترة طويلة في نفس المجال او في نفس الوظيفة فحصل على الاستقرار انت شوفه مستقر فعلا ولكن ايضا هم في مرحلة انتظار لشيء اكبر شيء افضل عشان يقدر عيشك بمستوى مليح بعد ما يحدث هذا الشيء من الانتهاء من الديون او انتظار نجاح البزنس بعد هاي المرحلة رح يأتيك ويعرض عليك الارتباط احتمال تكون متفاجئ لان اشوف انه لديك طاقة ملكة السيوف رح تتفاجئ انه على طول فجأة اتى وعرض علي الزواج والارتباط رح تكون تسأل نفسك ليش الحين شمعنى الحين بعد ما انا اسس لنفسي حياة وصرت قوية في حياتي الخاصة ليش الحين قاعد يعرض علي الزواج شمعنى الحين رجع رح تكون تشك في الحبيب وفي نواياه لكن بعد تحليل طويل رح تكتشف انه فعلا الكوب الذي عرض عليك هو كان كوب حب يعني كل شيء سوا بدافع الحب اشوف شخص لا يريد ان يرتبط فيك وهو غير جاهز سواء ماديا او عاطفيا او او لانه يحبك يريد ان يرتبط في الوقت المناسب بنسبة لكم انتو الاثنين وكان حس في السابق ان الوقت كان غير مناسب احتمال في انتظار هنا سبع شهور سبع ايام سبع اسابيع في رقم سبعة قاعد يتردد في عقلي ما بين فترة خلاص احنا راح نتزوج وارتباط الى فترة العقد نفسها عقد الزواج وعقد القران في فترة انتظار فان دايما راح تكون برج الدلو عالق في في طاقتك الخاصة وهي طاقة السيوف والعقل دائما تحاول احسك تحلل نوايا الحبيب وعندك شوية تشكة وخوف من يصير شوي انتظار او تأخير من جانبه هو على طول تسحب السيف تكون مستعد ان تقطعها مرة اخرى تنهي العلاقة مرة اخرى او تنسحب من حياتها مرة اخرى بهاي الطريقة انت تكون يعني انت ما تكون من النوع اللي مستعد تنتظر ملكة الاخصان لا تحب الانتظار وصلت مرحلة من حياتك ما تحب تنتظر اما الشيء بالنسبة لك يحدث الان او لا يحدث تحب تكون واضح لانك هوائي لان طاقتك سيوف لكن يقول لك ان الحبيب شوي عند مرحلة انتظار فانتظر معه او بدونه ولكن المضوع سيأخذ وقت فلا تشكك في كل مرحلة انتظار وكل محطة فيها شوي تأخير لان كن قوي انت لان اذا اتاك الحبيب وانت جدا مشغول وانت غير جاهز العب لن يقع عليه سيقع عليك انت لانه رح يكون عندك شيئين لازم تحافظ على توازنهم هاي نصيحة التارو لك انجازاتك اللي حققتها في حياتك قبل ان تلتقي فيه لازم تحافظ عليها لازم تحافظ على توازنك في هاي الزواجة والارتباط لا تتخلى عن نفسك او هويتك بس من اجل ان ترتبط يعني خلاص انا اتزوجت اترك هوياتي او الاشخاص اللي كنت اتعمل معهم في السابق الصديقات الاصدقاء الرياضة الاهتمام بالنفس لا تقع في هاي الفخ وتجعل كل حياتك تتمح ورحو لهذا الشريك لان هذا الشريك يريد ان يكون مساوي لك لا يريد ان يكون هو الملك وانت فقط لتخدمه وتسعده لا شريك مساوي فيقولك ان تكون قوي عزيزي بورجددلو حافظ على توازنك توازنك جدا مهم في الفترة القادمة من اجل نجاح هذا الارتباط انت اللي لازم تكون متزن الحبيب متزن لديه طاقة ملك الارض احتمال يكون بورج ترابي دائما الابراج الترابية يميلون او يلفت انتباههم جدا الابراج الهوائية مثل بورجددلو عندك بعض الجوزاء والميزان بسبب عكس الطبيعة مثل ما يقولون العكس ينجذب لبعضها نفس الشيء ولكن يجب ان تكون متزن حافظ على اتزانك قدر المستطاع كن في حب وكن في زواج وكن في ارتباط مع الشخص اللي يحبك ولكن لا تتخلى عن هويتك الخاصة وعن الاشياء اللي دائما كنت تسويها وتسعدك مثلا شرب القهوة في الصباح تنسى نفسك خلال هاي الارتباط لا تنسى نفسك هاي رسالة لك لان عرض هذا الشخص في الزواج راح يأتيك في عز انشغالك بحياتك الخاصة اذا حياتك حاليا فاضية فاعلم ان الحبيب لاني يأتيك حاليا مسألة التوقيت راح يأتيك الوقت اللي انت انجز فيه شيء لنفسك ومن غمز في نفسك ومستمتع في حياتك الخاصة وقتها راح يأتيك يعرض عليك الارتباط الرسمي الكامل اس of earth يكون عنده من قبل هو عرض عليك الحب اس of cups الكوب ولكن راح يخدمها معاك بالخطوبة او بالزواج فوقتها راح تكون بين امرين او توازن بين شيئين بين حياتك الجديدة مع هذا الشخص اشوفك جدا راح تكون سعيد معاه واشوفه فعلا اطول منك واندائما كنت تنظر له انه هو شخص انجز الكثير قبلك دائما تنظر له انه هو ملك الارض انه هو انسان جدا مستقر جدا واثق جدا كاريزما جدا كان يعجبك طبيعة الارضية او استقراره ولكن كردة فعل من البداية من صادق خذلان او زعل بسبب عدم الارتباط في وقت سابق انت راح تتحول طاقتك الى طاقة ملكة الاخصان كأنك تقول له مثل ما انت انجز لنفسك انا بعد استطيع انجز لنفسي اما انت انجز لنفسك هذا الشخص راح يدخل ويعرض عليك الارتباط ارى انه شخص من النوع اللي جدا يفكر كثيرا قبل ان يتخذ اي خطوة هو هاي الجهة عند هاي الجهة يعني كثير التفكير وقليل وبطيء الحركة وعنده حب لاشياء معينة متعلق جدا في الاشياء المعينة اللي يحبها ان كان كورة ان كان تشجيع الكورة ان كان السفر من اجل حضور مباريات ان كان نوع معين من الاكل طريقة تقليد معينة متعود السهر مع الاصدقاء في شيء معين في هاي الحبيب انت راح يضايقك وتطالب ان يغيره نصيحة اخيرة لبرج الدلو لشان شريك المستقل برج الدلو شريك المستقل انت مستقل انت مستقل بلضبط انت مستقل عندك حيوان اليوني كرن حيوان اليوني كرن هو اقرب حيوان من الحيوانات الاسطورية الى طاقة برج الدلو خصوصا برج الدلو اكثر من الابراج الهوائية ليش؟ لان البرج الدلو هو البرج الثابت الفيكست في المجموعة الهوائية اليوني كرن شوف اقرب الصورة الحصان ايضا اليوني كرن عندك هنا اليوني كرن عندك هنا الا ماذا يرمز اليوني كرن؟ طاقة العقل اللامحدودة شلون يعني؟ حاليا الكثير يستخدم احادي القرن هذا الحيوان الاسطور الجميل عشان يرمز الى الجمال يستخدمونه مثل الباربي انه هو حيوان مثل الاحصان جميل لون وردي ولكن الذين لا يعرفونه عن حيوان اليوني كرن احادي القرن هو يرمز الى الارتباط ما بين الارض والسماء عند مثل القرن هذا القرن هو موجود على الارض ولكن يساعده على رؤية كل شيء متعلق بالروحانية وبالسماء وهذه هي طاقتك الطبيعية برج الدلو طاقتك طاقة العقل المنطق الغير محدودة تستطيع ان تكشف عن جميع حقائق الامور انت موجود على هاي الارض ولكنك هوائي بطبيعتك فدائم ان تستطيع ان ترحل ترتفع الى اعلى وتشوف حقائق الامور احتمال ان ترى حقيقة الوضع الرسالة لك اليوم او انت غير محدود انت موجود على وجه الكرة الارضية ولكن ارضباطك بالسماء جدا قوي فلا تخاف ولا تعتقد انك لازم تختار ابدا تختار اما عرض هذا الشريك و اما حياتك و نجاحاتك ابدا انت تستطيع بكل نجاح ان توفق بين الاثمين شكرا